تسأل تقول بالنسبة لي سنة الصبح لما آتي بالتحيات مثلا هل أكتفي بالتشهد أم آتي بالدعاء يا أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لي الدعاء في التشهد الأخير سنة مستحبة في صلاة الفرض في صلاة النفل وليس بفريضة لازمة ولو أن إنسانا أتى بالتشهد فقط تحيات في صلاة الفرض وصلاة النفل صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة صلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم إلا ما يروى عن طاوس بن كيسان اليماني أنه كان يذهب إلى أن قول الدعاء اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال واجبا من واجبات الصلاة ومن تركها متعمدا متعمل بطلت صلاته هذا قول لطاوس اختاره بعض أهل العلم إلى التحقيق لكن الراجح كلام الراجح قول جماهير أهل العلم على أن هذا الدعاء سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة في أختي الفاضلة لا فرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض في مسألة ترك الدعاء أو الاتيام بالدعاء فهو سنة بارك الله فيك